The brain learns. The brain is a learning machine. The brain cannot do otherwise than learn. The brain always learns. ستيف كوفمان هو واحد من أشهر متعلمي اللغات في العالم. حيث يتحدث أكثر من عشرين لغة. ويعتمد في تعلمه للغات على أسلوب فعال يختلف عن الطرق التقليدية. هنا بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يستخدمها ستيف كوفمان في تعلم اللغات. أولاً الاستماع والقراءة المكثفة. يؤمن ستيف بقوة ما يسمى بالمدخلات المفهومة. Comprehensible Input أي الاستماع والقراءة بشكل مكثف. يبدأ بالاستماع إلى مواد باللغة التي يريد تعلمها حتى لو لم يكن يفهم الكثير منها في البداية. يركز على الاستماع للنطق والإيقاء. أيضاً يقوم بالقراءة مع التركيز على النصوص التي يستطيع فهمها جزئياً. التعرض للغة بكثرة Exposure التعرض المستمر للغة هو المفتاح الأساسي في طريقة كوفمان. يحرص على أن يحيط نفسه بالمواد اللغوية سواء من خلال الكتب، البودكاست، الأخبار أو الأفلام. ويؤكد على أهمية التعرض للغة يومياً بقدر الإمكان لزيادة الاستيعاب الطبيعي للمفردات والقواعد. ثالثاً استخدام منصة Link ستيف هو مؤسس منصة Link وهي أداة لتعلم اللغات من خلال التعرض للنصوص والاستماع. يستخدمها بانتظام للوصول إلى مجموعة واسعة من المواد المقرؤة والمسموعة. يساعده ذلك على جمع الكلمات الجديدة وفهمها بشكل أعمق. رابعاً التركيز على الكلمات والعبارات فبذلاً من التركيز على القواعد في المراحل الأولى، يركز كوفمان على تعلم المفردات والعبارات الأكثر شيوعاً في اللغة الجديدة ويعتمد على تطبيقات مثل Link لتخزين الكلمات الجديدة ومراجعتها. يعتبر أن تعلم الكلمات يساعد على فهم اللغة والتواصل بشكل أسرع. عدم الاهتمام بالأخطاء كوفمان يعتقد أن التركيز على القواعد في المراحل الأولى وتجنب الأخطاء ليس أمراً مفيداً، بل يرى أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم. لذلك لا يخاف من ارتكاب الأخطاء أثناء المحادثة يركز على التواصل والفهم بدلاً من الكمال. التحفيز والاستمتاع يتعلم كوفمان اللغات من منطلق حبه للتعرف على الثقافات الأخرى والاهتمام بالناس والتواصل معهم. يعتقد أن التحفيز الداخلي والشغف هما المحركان الأساسيان لتعلم اللغة، لذلك ينصح بالتركيز على المواضيع التي تهم المتعلم لتشجيعه على الاستمرار. التعلم الطبيعي والتدريجي بدلاً من التعلم المكثف لقواعد اللغة منذ البداية، يعتمد ستيف على التعلم بشكل طبيعي من خلال الصياق، يلاحظ استخدام القواعد في النصوص، ويستوعبها بدلاً من بدل الوقت في حفظها بشكل أكاديمي. التحدث عندما يكون مستعداً كوفمان لا يستعجل في التحدث باللغة الجديدة، بل ينتظر حتى يشعر بالثقة الكافية، يعتقد أن التعرض المكثف للغة والاستمتاع والقراءة يساعد على بناء أساس قوي يمكن الإنطلاق منه عند التحدث. باختصار، ستيف كوفمان يتبنى منهجاً قائماً على المدخلات أكثر من المخرجات في بداية تعلمه للغات، ويؤمن بأن التعرض المكثف للغة والاهتمام بالفهم العام هو الطريق الأفضل لبناء القدرة على التحدث والتواصل. أكثر من أفضل الشرط المكثف للغة والسعور المكثف للغة والآن كما تفعلت ما ترمي منها أنك تكون مكثفا لديك إذا أنك تفعل مكثف جميعاً في أمراض المكثف على التعرض المكثف فكيرا مع التابعة منتظر وإن تمامكم حقاً إليكم تحول الاترابة